الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه إلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أولم ممن افتوى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكوف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كوفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغد الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بردق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إن يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذاً أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءَ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَوْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْعَا كُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واكسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وَيُغَثُ بِمَاءٍ كَالْمُولِيَ شُوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرٌ مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغُرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقْنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خُلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِيْ عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يُقَلِّب كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنصَقَ فِيهَا قُلْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابًا وخير عقبًا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابًا وخير الأبلاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاداً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يؤمن ربك أحداً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن الأمر ربي أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للمؤمنين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبداً ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقاً ورأى المجرمون النار ظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئناً وتلك القرى أهلكناهم لما غلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلاً فاتخذ سبيله في البحر سرباً فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقراً واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصاً فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لا تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقاً حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً قال ألم أكل إنك لا تستطيع معي صبراً قال لا تؤخلني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسراً فانطلقاً حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكياً قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نقراً قال ألم أكلك إنك لا تستطيع معي صبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ألراً فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً من يريد أن ينقب فأقاماً قال لو شئت لاتخلت عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما تغياناً وكسراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً وأما الجدار فكان وكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا وأشدهما ويستخرجا كنزهما رحمةً من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبراً ويسألونك عن ذي القرنة قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسناً قال قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً مكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسناً وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً حتى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا ناراً قال آتوني أفرع عليه قطراً فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاع له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاً وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً أفحسب فالذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي ورسلي هزواً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبهون عن حاح ولا قل لو كان المحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلي أن ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على لا عبد الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنْ أَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْسِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَانِ مَا نَبِثُوا أَبَدًا نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى وَرَبَقُنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ إِذْ قَانُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطْطًا هَا أُولَاءِ قَوْمُ لَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهًا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَى الْكَوْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ فَأُوْلَى الْكَوْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ يَرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي صَجَوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ مَنْ يَغْدِ اللَّهُ فَهُوَا الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُتْلِلْ فَلَا تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقوا وهم رقود وَنُقُلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرُوعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَكُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثُتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْهُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَنْهُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِضْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَقَّصْ وَلَا يُشْقِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ يَوْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ سِي مِلَّتِهِمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ سِي مِلَّتِهِمْ وَلَا تُصْلِحُوا إِذَا الْأَبَدَ وَكَذَلِكَ أَعْتَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا وَعَبَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا سَيَكُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَكُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَكُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَالِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِذَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِذْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَوْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْحَاءً كُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُطْمِهِ أَحَدًا وَاكْسْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَذِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنكم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُ وَيُغَثُ بِمَاءٍ كَالْمُولِيَ شُوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرٌ مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا تِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِلْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِي عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كففين على ما أنصق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلوه اللياه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يؤمن ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للمؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء وراء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قدلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقى القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فاغتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفسا بغير نفسا لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك ما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلغا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا قال إن يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طوئيانا وكسرا فأغدنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المتينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عنها حونا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أولم ممن افتوا على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكوف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كوفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغد الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما سليأتكم بردق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إن يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذاً أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءَ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَوْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْعَا كُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واكسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وَيُغَثُ بِمَاءٍ كَالْمُولِيَ شُوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا تِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَفَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها مقلبا قول له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من متفت ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كففين على ما أنصق فيها على ما أنصق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يؤمن ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقع الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للمؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار ظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون ألأ القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفسا بغير نفسا لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك ما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلغا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا قال إن يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إننا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مورب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكرائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عن حاحونا قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا